بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنى الله من خبب امرأة على زوجها وهل يجوز للرجل أن ينصح للمرأة قبل الدخول وبعد العقد الحديث الصحيح لعنى الله من خبب امرأة على زوجها ولعنى الله من خبب رجلا على امرأته هو ثابت في الصحيح والمرأة بخبب يعني افسد فالمرأة التي تفسد المرأة على زوجها ملعونة والرجل الذي يفسد الرجل على زوجته ملعون ولا مفهوم لقوله رجل او امرأة هو عبر بالمرأة مع المرأة لانه الغالب ولا يمنع ان الرجل يخبب المرأة على زوجها مثل الاخ يفسد اخته على زوجها ولا يمنع ان المرأة مثل الاخت تفسد اخيها على زوجته هذا وعيد شديد والناس يحتاجون بين الفترة والفترة أن يذكروا به لأن كثيرا من بيوت المسلمين هدمت لسبب التخبيب والمراد بالتخبيب الإفساد الإفساد غالبا ما يكون بالقول أن تأتي المرأة إلى المرأة وتقول لها ماذا تفعلين في بيتك؟ فتقول كذا وكذا فتقول لها لا 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 تفعلي هذا افعلي مع زوجك كذا وكذا وتدلها على التمرد والنشوز وتحتقر نعمة زوجها عليها تقول لماذا يشتري لك هذا؟ ولماذا لا يفرش لك البيت؟ ولماذا اشترى لك هذا الفراش وقيمته زهيدة؟ ولماذا يفعل بك كذا؟ ولماذا يفعل بك كذا؟ فكم من امرأة جلست مع المرأة فقالت كلاما وخرجت من بيتها ملعونة بلعنة الله سواء علمت أو لم تعلم وأسوأ ما يكون من الإفساد أن تكون هذه المرأة حاقدة على الزوج أو حاقدة على أهل الزوج أو حاقدة أو غائرة أو فيها غيرة على الزوجة نفسها فتأتي كأنها تنصحها وهي تريد أن تؤذيها فهذا يجتمع فيه مع الذنب الذنوب ومع الخطيئة خطايا وكثير من المشاكل الزوجية تأتي بسبب مثل هذه التصرفات إذا ينبغي على النساء والأخوات الداعيات أن يذكرن النساء أن المرأة إذا دخلت بيتك فمنعيها أن تتدخل في أي شأن من شؤون البيت لن تجد أصلح من الرجل مع المرأة إذا ترك الرجل مع زوجك كثير من المشاكل تأتي بدخول الغريب ولو كان أقرب القريب لكن أن تكون المرأة تتدخل في شؤون المرأة لتصبيرها لتعريفها نعمة الزوج هذا لا بأس به أما أن تتدخل من أجل والعياذ بالله أن تفسد قلب الزوجة على زوجها تجد المرأة راضية بشراء زوجها لها في طعامها وشرابها وكسوتها وكسوة أولادها فتأتي والعياذ بالله فتقلبها رأسا على عقب وبأسلوب مؤثر لأن هذه المسكينة التي تخبب لا تعلم أن الكلمة تهوي بصاحبها والعياذ بالله في نار جهنم قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إذا كانت المرأة تتكلم بالكلام الذي يفسد المرأة على زوجها إنها قد تتكلم بالكلمة من صخط الله ما تلقي لها بالا تقول لا لماذا يفعل بك كذا ولماذا يقول لك كذا كان النساء الصالحات الفاضلات إذا زارت المرأة تزور أختها من أجل أن تقوي إيمانها تسأل عن صلاتها عن عبادتها تعلمها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها ذكر الله فإن وجدت عندها خيرا ثبتتها عليه وإذا جاءت المرأة الصالحة كانوا في القديم تخرج المرأة من البيت وقد عمر قلب المرأة بحب زوجها تقول لا يا فلانا أما علمت أن الزوج هو جنتك ونارك يا فلانا كانت أمي وهذا نعرفه وكان يتحدث به النساء الصالحات كانت المرأة إذا زارت المرأة تخوفها من حق الزوج والعشير كانت تقول لا يا فلانا انتبهي لأولادك إذا غفلت عن طعام الولد وشراب يمكن يذهب بك إلى النار ما كانت المرأة إلا ناصحة أما والعياذ بالله إذا أصبحت والعياذ بالله فاضحة متهتكة في حدود الله لا تسأل حتى أصبحت المرأة الملبس وأحسن المطعم وتفسدها على زوجها إما أن تطلب منها ما هو أكثر أو تقول زوجك إنسان ساذج أو مغفل نصر الله السلام على ذلك هذا نعرف من فتاوى الناس ولماذا في بعض هذه المسائل نحتاج أن نفصل أكثر من كثرة ما تكتوي به القلوب من سماع المآسي امرأة تعيش مع زوجها قرابة العشرين سنة وهي أسعد ما تكون ثم تنتقل إلى حي من الأحياء فتبتلى بجارة سوء والعياذ بالله فتدخل عليها في يوم تقلبها رأسا على عقب وتصبح الزوجة من أشد ما تكون تمردا على زوجها والله إني لا أعرف من الناس الصالحين من كانت زوجه قدوة في الصلاح والخير وفسدت بمجلس واحد من جارتها ولذلك استعذ بالله نستنعوذ بالله عز وجل من مظلات الفتن وأهلها فالمرأة إذا دخلت على المرأة بالشر أهلكتها ولذلك تتعجب كيف لعنها اللعن من أشد العقوبات والعياذ بالله هذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب كيف يرد اللعن على التخبيب لأن وراءه من المصائب وهدم بيوت المسلمين ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله تخبيب المرأة على زوجها وتخبيب الزوج على زوجته يأتي الرجل ويزور الرجل فتأتي زوجته وتصنع له الطعام يتعشى من طعامها ويتغذى من طعامها ويأكل طعامها ويعيبها ويفسد زوجها عليها الظالم الآثم الذي لا يخاف الله ولذلك من القبائح تحدث الرجال بما يكون بينهم وبين نسائهم وتحدث النساء بما يكون بينهم وبين رجالهم صحيح أن هذا في الأمور الخاصة لكن في الأمور الخاصة قد تهدم البيوت وهذا معنى دقيق أشارت إليه السنة أن المرأة ترضى من زوجها المرأة إذا أحبت زوجها لم تبحث عن ثراش بعض النساء لا تفكر إلا في الرجل الكريم المعشر الطيب ومنهم لا تفكر إلا في صلاحه ونفسها راضية مطمئنة وتعيش سعيدة وتمشي على هذا السنوات فتأتي إمرأة بكلمة واحدة وتقول كلمة وكأنها لا تعنيها وهي تكوي بها قلب هذه المسكين وينفذ الشيطان والعياذ بالله وعندها لا تسأل عن العواقب ولذلك الحذر كل الحذر من مجالس الرجال ومجالس النساء العاقب الحكيم لا يذكر أمور أهله حتى ولو كان عنده بعض المآسي الموجودة في البيت يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر حتى يعوّع علمنا الصبر والرضا وأن نتحمل إذا أصبح الرجل يفشي سر أهله والله أن أم العيال تضيعنا أم العيال تنسانا أم العيال تفعل ويتكلم في براءته نسأل الله السلامة والعافية ويغتابها فهذا بلاء عظيم وشر وخيم والأئمة والخطباء ينبه الناس على هذا الأمر لأنه والله من يعرف فتاة والناس ويسمع القصص والمآسي والبيوت التي هدمت بسبب التدخل في شؤون الزوج والزوجة هذا شره عظيم وبلاؤه وخيم ومن هنا ينبغي على الحكيم العاقل أن لا يدخل بينه وبين زوجه أحدا كان رجل بينه وبين امرأته أمور فحاول من معه أن يدخل وأن يعرف من الذي يجري بينه وبين زوجه فقال رحمه الله ليس الحكيم الذي يغتاب أهله ليس الحكيم الذي يغتاب أهله يعني لو سألتني عن أمور خاصة لا بد أن أغتاب زوجتي وأنا ما أحب أنا أكون مغتابا لزوجتي فلما طلقها انتهت الأمور وطلقها جاءوا له طيب الآن ما هي زوجتي قالت الأمر أشهد كيف اغتاب امرأة أجنبية أولا كيف اغتاب مسلمة والآن يقول كيف اغتاب امرأة خلاص أصبحت أجنبية فإذا بذيه تلك العيوب كلها في قلبهم طمرت ونسيت هكذا ينبغي أن يكون المسلم يخاف الله عز وجل ويتقيه ويبحث عن ما يقربه إلى الله إما أن تصلح بيوت المسلمين وتدعى إلى الصبر والثبات على الخير وحمد النعمة وشكرها وإما أن يسكت الإنسان إما أن يقول خيرا أو يصمت فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمالا أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل والله تعالى أعلم شكرا للمشاهدة